تعينات جديدة بقيادة القوات المسلحة الملكية أشر الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على تعينات جديدة في صفوف الجيش المغربي ابتداء من أمس الاثنين 24 يوليوز الجاري وأكد المنتدى غير الرسمي المهتم بأخبار الجيش المغربي فار ماروك أنه علم من مصادر خاصة أن هذه التعينات التي دخلت حيث تنفيذ من الأمس جاءت بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وحسب نفس المصدر فقد تم تعيين كل من الفريق جوي محمد قاديح مفتشا للقوات الملكية الجوية خلفا للفريق العابد العلوي الذي تم تنحيته لظروف صحية واللواء محمد الإدريسي اليزمي قائد للمكتب الثاني بقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اشتركوا في القناة